طيب خلينا نروح الوقت سريعا لموجز أنباء الساعة التسعة وزمنتنا من الشراء شكرا لك مصطفى التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى المنامة قادما من مسقط في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين في ثاني محطة جولته الخليجية الحالية وكان في استقباله لدى وصول مطار البحرين المنامة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الاسخير الملكي بالعاصمة المنامة أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر والجزائر وخلال لقائها وزيرة الصناعة الجزائرية أحمد زغدار بحث الجانبان سبول تعديز علاقات التعاون على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يرتقي بالعلاقات بين البلدين لسيما في مجالات الأمن الغذائي والتدريب والدعم الفني واستعرضت المشاط الجهود التنموية التي تبدلها مصر على مدار الثماني السنوات الماضية والمشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها في مختلف القطاعات ألقى مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جناب أحمد إيهاب جمال الدين بيانا مشتركا يبنتا عن 67 دولة من مختلف أنحاء العالم خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه وصرح المندوب الدائم بأن البيان أبرز أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق يرتبط بشكل وثيق بكل من الحق في الصحة البدنية والعقلية والحق في الحياة والكرمة الإنسانية أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن استراتيجية دفاع حلف النيتو تتضمن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا لافتا إلى أن النيتو سيركز على المواجهة في كافة الجبهات في أوروبا جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد حيث جدد الجانبان إدنة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن الحلفاء متحدون في سياسة الدفاع المشترك كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والهجرة قالت الأمم المتحدة أن أكثر من ستة ملايين ومائتين ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الروسية بعدما فروا من منازلهم إلى أماكن أخرى من البلاد وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن هناك خمسة ملايين ومائتين وستين ألفا آخرين فروا خارج البلاد وتم تسجيلهم كلاجئين في دول أوروبية أخرى أقرى البرلمان الليتواني قانونا يحضر استيراد الغاز الروسي في خطوة تدرج في إطار الجهود التي تبدلها فيلينيوس لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة منذ بدأت القوة الروسية عملياتها العسكرية على أوكرانيا وبمجاب القانون الجديد لا يمكن لأي دولة تشكل تهديدا للأمن القومي أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل